العام لفلاحين مصر أستاذة حمدي رمضان ونقيب الفلاحين بالمنفية أهلا بك فنم أهلا بكم بسادة مشاهدين إحنا طول على حياتنا نفع التماطم المجنونة بس إحنا أول مرة نشوف اللي إحنا شايفينه ده ده سوس ولا فعلا فيه تعبين في الأراضي لا 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 ده سوس ومفيش تعبين في الأراضي ومفيش أي حاجات بس فيه فيديوهات نزلت يا معين ناق يا فندم ده ما أكثر الفيديوهات ما أكثر الفيديوهات المغريضة إحنا عندنا التماطم بتاعتنا جيدة جدا وإذا بيحصل سوسة في الأرض نتيجة تغير منها ونتيجة تواجد مقرب معين وإحنا الفلاحين عندنا ما عادش بيسيبوا فصل للزراعة وهو ده السبب واللي إحنا بننادي به مرارا ومتكرارا إن إحنا عشان نقتل السوسة اللي في الأرض لازم نشمس الأرض بمعنى نشمس الأرض لده مساحة راحة يعني هما بيخلصوا المحصول يحصدوا يروحوا زرعين في نفس التوقيت بسرعة شوائع المكسب السريع طيب ما فيش كيمويات ما فيش حاجات بتترش في الأرض والله إحنا عدم رش الكيمويات أفضل من رشها بالنسبة للتماطم والخضار السريع اللي هو سريع في أكله بمعنى غلط بغلط بمعنى يشاركوا الحاجة أرجالك يعني دي سوء تبقى موجودة في التربة نتيجة مثلا مكروب معين دخل للتماطم خور من الجنب ده للخور من الجنب ده سوسة زي سوسة السنانة ما بتخر بس ده مش في كل الأرض يعني اللي احنا شايفين مش في كل الأراضي الزراعية حصل لا لا مش في كل الأراضي الزراعية وهو في أماكن بأمانا موجود فيها وإحنا نتبقين على الطماطم المسويسة محفظات معينة يعني ولا زي المينيا مثلا وواجه إبلي كلها علشان المناخ فيها الحر بيجي بسرعة أو بينتهي بمفاجئ والكيمويات بتاعتنا دلوقتي احنا بنقلل منها على الآخر علشان ما نعيبش المفاجئة فاحنا ببنجي نرشد بنعزل بس الطماطم اللي فيها السوسة دي نعزلها من بقية الطماطم ونتهزة وكويسة جدا خبر بالسرعة اللي احنا شفناها على السوشيال ميديا بيبقى العبء الكبير عليكم أول ما شفت الخبر ده انت قلت بس كده كلنا والنقيب العام كدب الخبر وكلنا حد في الزراعة كدب الخبر وقال ان ما فيش عبد التعبان ما فيش عبد التعبان هتسيب بأثر في طماطمية وتسوز طماطمية ده هي طماطمية ما يعبد اللي بيجمع الطماطمية فكلام ده كله لا لا بشتشانين عن فلاحين مصر بالتشويش بيحاول يشويشوا على المحصول بس انا هقول لهم على حاجة يعني اللي بيحاول يشويش علينا او على منتجاتنا في مصر احنا اساسا ما بنصدرش طماطم احنا بنصدرهاش الطماطم مسروع محصول سريع واحنا عندنا دوب مكافيين نفسنا الحمد لله نظر الازدات السكاني اللي طرقت لو صدرنا بنصدر صلصة وصالصة دا منتج منشق لا تترمي بانا احنا احنا بانا تيفيزش احنا بانا